السلام عليكم نتمنى أن تكونوا بخير على خير اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة جيتم اشترك معكم سفة المدفونة التي حضرتها في روبو ميسيو كوزين كونكت والتي تستطيعون تحضرها عادي بالكسكاس والبرماء يجب أن ترى المقادير وترى طريقة تحضير سأذهب معكم خطوة بخطوة أول شيء نقيته جلده وقليته هنا في الزيت باردة سوف نضيفه جميعا لنضيفه جميعا يجب أن يضيفه هذا اللون سوف نضيفه نضيفه في الروبو لنضيفه ونضيفه 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 لنضيفه بعد ذلك نكمل نكمل العمل نضيفه على سبعة سوغند سبعة ثواني ونضيفه 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 نسدده لك القبلي هذه هي النتيجة يعني سبعة سوغند نضيفه على الجانب ونضيفه لكي نضيفه وهذا فقط نضيفه لنضيفه نضيفه ونضيفه ونضيفه لنضيفه ونضيفه معلقة معلقة الخرقوم نزيد عليهم القصبور مع النوس إذا كان الطري كان حسن نضيف قياس الملحة و نضيف تنصير الملحة لنجج مغسول بالملحة و نضيف المكعب نضيف البزار و نضيف القرفة و هذا هو المكعب من الزعفران و نضيف جهة جوج معلقة زيت الزيتون و نضيف ملحة و نضيف الملحة نضيف الجوز بالملحة نضيفه على كل و نضيف في تحليل التحليل و نضيفه 10 دقائق و نضيف سعود و منذ 20 دقائق سوف تقوم بكل كتن النجد الزجاج نشترى الججاج صنعها ونجد دعم فإن تأتي الججاج تنظر الزجاج فقط اضع يقف الزجاج قمت بإطلاق مع العطرية نضيفها كامل و ندخلها فيها نحن نحن ندخلها في البول نحن نضيفها نحن نكتب القياس الى الدجاج نحن نحن ندخل فيه كامل انا هنا قمت بعمل نصف الدجاجة على حساب القياس ديالكم على حسب عدد الاشخاص انا نصف جاجة كافيانة سوف يدخل في هذا نغطيه ونضعه على جانب هنا نجي ونشلط البصلة نشلط البصلة هكا انا كتعجبني فصفة البصلة ونزيدها على هذا الضغمير اللي بقيت لنا يعني ذلك البصلة جهد خمسة البصلات هكا كقدرتم يعني ما كانت البصلة فلاسوس كتجي بنينة نضيف الشرطة اضيفة الملحة ملحة كثرة ملحة كثرة نضيف ملحة ملحة كثرة عطارة ونقل اضيفة اضيفة ونسيق نقل انتهى على جانب إننا لنهر لانهر القوبيل لنهر لنهر لديك القوبيل ننحل لنهر لديك القوبيل نحل لك نجد صنصان لكي لا يطالع لديك القوبيل نقوم برمية في 5 دقائق ودرجة الحرارة 100 5 مينوط صنصان ومدرج نقوم برمية هذا الوقت يقليل نامس يال فهذه البصلة فهذه البصلة تقلى سوف نجد صفة دياري نجد شعرية هنا نجد هذه البنزانية تأتي غزالة لم تتعجنش و تبقى حب حبة تأتي جزوينة انتم ما ديروا اللي بغيتو المقدار انا درت هكا نسكيلو كل شي حاجة قليلة يعني واقلا نسكيلو لا ربا كي يكونوا اكثر واحد شوية درس هذي كافية هذي المقدار قياسة الملحة الملحة يعني حساب طوق و ازلتها جهد واحد معلقة ولا معلقة ونصد الزيت و ندخل كل ذلك الزيت في الشعرية هذه البصلة من كتقلة على الاتناء ارى طالعة ريحة غزالة منه و هاي كل الشعرية تلبست لنا بالزيت نديروها هنا في ذاك الكسكاس رايدة بدأت تشعل ذاك البولة يعني سوف تنظر البصلة تبت لنا و عندما تشعل البولة و تديرو واحدة الصوت سوف نشدو سوف نحلو عليها سوف نحلو عليها ثلاثة كيسان و نضغو لها الملحة سوف نضيف هذا الكسكاس عليها نضيف و نضيف الكسكاس الثاني الصغير و نضيف و نضيف نضيف هذا الكسكاس نضيف لنضيف و نضيف لنضيف و نضيف و نضيف و نضيف ثلاثة نضيف ونضع فوق من نوع ديال الجاج ونضع هومي الطيبو بكوisson vapeur نضع المنى سوف نضع الكوisson vapeur ونضع نيشان 20 منوت و 120 دراجة الحرارة نضع اوكي ونضع نيشان المدة الطيب سوف نضع المدة ونضع المدة ونضع 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 في الزلافة القصرية مهم ونضع ونضع لها واحد كاس عمر الماء الماء يبقى علي على حساب كمية السفة هنا بنسبة 10 كيلو لاروب كاس كعمر الماء يجب مصففة كثير يعني كل ما سوف نضع كامل ونضع على الماء نضع نضع الماء ونضع الماء الماء اضع الماء الماء هنا قلبت الدجاج و نضع صفاء و نضع فوق من الدجاج و نسخن قليلا المرقة سوف نقوم بها مدة دقائق و 125 درجة الحرارة و صوص انفرس لديكم طحنو صوص انفرس دائما و نضع بنفس الدجاج حول التفوير نضع قليلا المبات نضع قليلا المبات و نضع التفوير نضع عقلي، نضع لدينا تفوير و نضع قليلا و نرى و نضع جهة أخرى نضع التفوير اضعه على جانب اضعه على جانب اضعه مع القديل الزبدة الزبدة ترتب لنا ترتب لنا السفة سوف نخدمها كبيرة لنضعها كبيرة مع بعض السفة لانتظرنا لا تكررها نردها لتفويرها الأخرى نضعه نردها نضعه سوف نضعه ونضعه فى هذه الانتظار نفكرت باني نسيت الزبدة ونسيت المشماش سوف نقوم بفوز نضعه الزبيب جالي والمشماش نحيد الدجاج و نضعه فوق منه يعني إذا نسيتوا شيئا و أريد أن تزيدها و أريد أن تزيدها ندري غير بوز و زيدي ذاك شيئا و أريد أن تزيده و عاوة نرجع و دري مخش موما نزيد هنا الزبيب بشي طيب لي معت تفوير الأخرى نضيف الزبيب في تفوير الأخرى في الخراكة طيب نضيف الزبيب و نزيد تفوق منه المشماش أحسن هذا المشماش يطيب هير مفور أحسن أن يتعسل عوتاني و هزكار و ذلك الشيء و توفره لك النيتب لما قد طيب عوتاني فأصدرنا واحدة أخرى نرونه ممعن نضيف الزبيب و نضيف الزبيب 20 دقيقة عوتاني كالطيب و نمشي و قضي اللي بغيت تقضي تدفو تراكة تفبوح و نأتي هنا دعبها 26 دقيقة دجاج طبي يا سلام أه 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 نحي الدك المشماش و نحي الدك الزبيب لأننا بغيتهم للتزين أه 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 ستحرك في الديانايا نريد الزبيب لننحس أه اضيفه و سأضيفه من هذا المسكين لن يكون صفه و سأضيفه وعنده و سأضيفه و سأضيفه لكي تدخل كل حقوق و تدخله مع الشعية ونخلط كل شيء ونرى إذا كان هناك شيئا مكورة وإذا كنت لا تتكور نهائيا لا تتعجن نهائيا هنا أخذت واحد التبصيل الذي سنقدم فيه قمت بها هذا الدور المولد الكيكا قمت بها اللي يتحل لكي أريد أن أقوم بصفة مدفونة ومنظر جيدا ونرى المنظر الذي أعجبكم والدكور الذي أعجبكم قمت بها نصف الكمية قمت بها الأول قمت بها كاملة ججرة قمت بها قمت بها قمت بها قمت بها قمت بها لكي تكون طبقة متساوية ونزيد المرق شاهدوا المرق كي خاتر قمت بها قمت بها قمت بها قمت بها قمت بها قمت بها لكي نستخدم ونزع الماراق والبصل عليه كامل ونحاول ان نتفادى ونجيبوه على الجناب لكي لا يهبط لنا مع الحواش نحاول ان نرق الظهور على الوسط ونجعله واحد جهد واحد سنتيم لا نوصله مع الجناب لا نقرب الجناب لا يريد الماراق يهبط لي مع الجناب سوف نقوم بعمل الججاج الماراق والماراق الماراق والماراق كما قلت لكم الججاج على حسب عدد الاشخاص وعلى حسب الرغبة انا قداتني لها المقدار سوف نجيب الججاج في الجناب لان نريد ان تبليل طبقة وطبقة الججاج تبان نحاول ان نجيبه جيدا في الجناب اعطينا الماراق صفحة بل خطوة ان نوضعوا كامل على السطح سوف نقوم بأنك ونضيف جالب خطوة بخطوة أعطينا قدها بالغاقة أن تبلغي قد نضيف الماراق لذلك التالي تأتي بالنصف ثلاث تأتي بالنصف وأنا قد نضيف هذا كامل نديره على الججاج كله نهبطه سباتين نديره على الججاج و ندير ذلك لغسط اللي بقديل السفة نوزع نقد كل شيء يعني الطبقة تكون متساوية هاكا كامل صافي انا درت لي انا واحد صديقة هي التشيرت الروبو و قلت لي بارتاجي معايا سوف غليم ندير فيديوية كالغسط اللي درت وعجباتني نديرها فيديو و نحاولو نحيدو داك الدور بشوية باش من نريبوش الحفلة و اشتو كي كاجي كاجي داك طبقة الججاج و طبقة سفة و مكتهبط لنا المعرق و المعرق ما يجيش من مياه يعني يجي خاتر دابا وصلنا للزواق الزواق را كل واحد راكم فنانات و فنانين كل يبدع في الزواق اللي يبغى انا حاولت بان ندير هنا واحد اسمته سكار غلاسي و في الوسط دوارة سكار غلاسي و هكا بقيت كان مشي خطوطة خطوطة مهم كان نزوق كان بداع كان ندير هنا و نهندس نتوبة ديرو الزواق اللي يعجبكم بالنسبة اللي ما بغوش يديرو هكا المدفونة راها سهلة اتشدوها تلوحوا كاملة سفة ديرو فوق مننا الججاج ديرو فوق مننا المرقع واحدء سفة ماداد و اسفة مواجدة انا اريدها كامل اكا تكون حاجه الزوينه في المنظر را تعجبك الاستفال يمكنها زباب سوف سأضعت حدا الباب و هنضع قربه قرفرشيتها في الوسط و هنزوق بالمشماش انا قدرته هنا و هننقلبه و نضعه و نرى قلت لكم كل كل الزوق و كله يديريه الماضاق رائع يعني تبع المراحل الماضاق رائع والذي عنده هذا الروبو فخانش مو ركا تجي فيه بنينا وكتسهل بثافت الحاجات لانك ما انا قلت بالنسبة للوقت راهزوين عامتاني انا شديد اصدقاء اللي هزيتو وحمرتو شوية كف واحد المقيلة مهم كما انا قلت لكم كما يريدون تزوقها كما يزوقها بالتمر كما يزوقها بالبرقوق كل واحد كما يريدون تزوقها مهم النتيجة هي هذه انتمنى تعجبكم انا بعد عجبتني بسر سوف يرافقتها هنا لديك اللوزة الهرمش وسكر غلاسي والقرفة وزوقتها بالبطة السمان اللي واحد ادرت فيه زنجلان بحلقة وحبوب شية واسميته صافي هذا هو المنظر كنتمنى تعجبكم واذا اعجبتكم لا تنساوش تدعموني بلايك واللي ما تقابونه سلوا مومون باش تقابونه واللي يسولوني واش عجبك الروبو وكي جاك فخونش مولحد الان اعجبني بسر يلا خليتكم على خير الى وصفة اخرى ان شاء الله اشتركوا في القناة